المرأة الفاضلة هي مثال صالح وشهادة لامعة في المجتمع في كلامها في تصرفاتها في سلوكها وفي مظهرها أيضا المظهر اللائق المحتشم أيضا يصف كده مر الكتاب المقدس المرأة لها إيمان عظيم جدا كالمرأة الشونمية في أيام النبي أليشع والمرأة الكنعانية اللي مدح إيمانها الرب يسوع المسيح في رسالة بطرس يصف المرأة زينتها الروح الوديع الهادئ هذه المواصفات الداخلية الجميلة الحلوة للمرأة المرأة محبة تتميز بالمحبة والتفاني والتضحية الكاملة فالأم والمرأة هي مدرسة وهي أيضا ممرضة وهي بلمساتها وبحنانها وبحضنها هي الحضن الدافئ والبلسم الشافي لأولادها ويقال عندما طلب من مساجين من إحدى السجون أن يكتبوا رسالة لأكثر شخص محبب على قلوبهم الأغلبية الصاحقة أكثر من 80% كانت الرسالة للأم كانت الرسالة للمرأة بيوصفوا محبتها واتضاعها وجمالها الداخلي وعفتها وهدوءها أيضا اللي ساعد في نمو البيت وأن سيرتها الطاهرة تربح الرجال بدون كلمة كم من الرجال الذين أتوا إلى الإيمان وآمنوا بالرب يسوع بسبب سيرة النساء والمرأة يسميها الكتاب المقدس مقدسة في الرجل فهي يعني شريك ومساوي ووصف المسيح هذا المبدأ بشكل جميل وواضح يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان وهذا بيرجع على سفر التكوين أن الله خلقهما ذكر وأنثى يعني متساوين في كل شيء وهذا اندل على شيء بدل على خطة الله العجيبة الفريدة إنه الله يسمح بهذا الشيء